ولذا أهل العلم على قولين في هذه المسألة في من تاب أولا متفقون على أنه إذا تاب فإن الله يتوب عليه لكن تبقى قضية أخرى هي حقوق الناس قتل شخصا سرق مال شخص فكيف يصنع بهذا لأن عندنا الآن أمران عندنا حق الله وحق الناس حق الله أسقطه الله جل وعلا فقال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فأعلموا أن الله غفور رحم خاف غفرت لهم سامحتهم خلال تم تاب طيب حقوق الناس حقوق الآدميين حقوق الآدميين هناك قول أنه ما كان في أيديهم يردونه إلى الناس أموال ما زالت عندهم ذهب ما زال عندهم يرد إلى الناس والذي يصرفه والنفوس التي قتلوها خلال تابوا خلال تاب كل شيء القول الثاني له يؤاخذون يؤاخذون بقتلهم للناس يؤاخذون بسرقة أموالة لكن إيش قضاء يذهب أهل من قتلوا إلى القاضي يقولون هؤلاء قتلوا ابننا الدليل يترفعون عند القضاء إذا ثبت أنهم قتلوهم يحاكمون على هذا الأشخاص إذا ثبت قالوا أخذوا أموال كذا يردونها إن كانت موجودة أو يردون مثلها إذا لم تكن موجودة وهذا هو الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أن حقوق الآدميين لا تسطلوا ترجمة نانسي قنقر